استأنف الدور العام اللي بدأ في منتهى القوة الحقيقة منذ مباريات الأمس والمباريات كلها تحظى بأهداف وهذه ظاهرة طيبة للغاية نحن نبدأ الدور العام بمباريات تحظى بأهداف وهناك مباريات كانت مليئة بالأهداف يعني ماتش اسموحة وتحال سكندري 8 أهداف في المباراة هذه حصيلة الحية رائعة للغاية هي متعة كرة القدم لا شك وضيفت إلى هذه المتعة إحراز الأهداف وجود الجماهير بشكل عام وإن كانت بعض المباريات خلت من الجماهير نتيجة عدم وجود جماهير للأندية المتبرية على أرضية الملعب ولكن بشكل عام مؤكد أي مباراة هيكون طرفها أحد الاندية الشعبية ستحظى بجماهيرية بإذن الله شوفنا النهاردة جمهور نادي الدمالك وهو يضأر في المدرجات بشكل رائع غدا مباراة الأهل والسماعيل الفرقتين عندهم جماهير هنجد ألف واحد موجود ناحية اليمين وألف واحد موجود ناحية الشمال والمخرجين بقى الكبار اللي بنقلوا المباريات يفتحوا لنا شوية المايكات في اتجاه الجماهير عايزين نشعر بزئير الجماهير النهاردة صحيح كان الصوت موجود ولكن كان بيظهر عندما يصمت المعلق لا احنا عايزين طبعا بشكل عام يبقى المايكات مفتوحة أقرب للجماهير عشان نسمع ربما ظاهرة أيضا طيبة للغاية في مباراة فيوتشر وفاركو سمعنا هتفات لفيوتشر وهتفات لفاركو يبدو أن حتى أندية الشركات بدأت تبحث عن روابط للأندية والمشاجعين بيرامز بالفعل من خلال الأستاذ وليد مهدي اللي كلف بأنه هو يعمل رابطة للمشاجعين بدأ بالفعل وكانت موجودة في مباراة الأخيرة الإفريقية لكن عايز أقول له الصوت اللي اسمعناه صوت ولاد صغيرين وده جميل برضو لكن عايزين كمان شباب يا وليد يعني اللي احنا اسمعناهم صوت ناس في أعداد كبيرهم في قولة سنوي ماشي ما يجراش حاجة لكن استقطب لنا بقى كمان مشاجعين كبار عشان الصوت يخش كده مع الصوت وتدونا أحاسيس جميلة كرة القدم للجماهير ومن أجل الجماهير وبالجماهير تكون المتعة وبدون الجماهير تفقد كرة القدم كثير من متعتها